السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الثالث طلاب زدني علما درس اليوم هو سورة الزلزلة سوف نقوم بشرح تفسير السورة الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها هنا تحدث الآيات الكريمة من آية واحد إلى آية ثلاث عن موقف عظيم وهو موقف من أهوال يوم القيامة إذا زلزلت الأرض أي صابها اهتزاز وأخرجت ما في جوفها من موتى من كنوز من ذهب هنا يكون الإنسان فزعا في هذه الحال ويتساءل ما الذي يحصل وما الذي يحدث حوله يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحالها هنا يوم القيامة تخبر الأرض تخبر عن ما حصل عليها من خير أو شر وأن الله تعالى أمرها بأن تخبر ما عمل عليها من خير ومن شر يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم هنا الناس يوم القيامة ترجع إلى أصناف متفرقين ليروا ما عملوا من سيئات ومن حسنات حتى يحاسبهم الله عليها يوم القيامة فمن يعمل مثقال ذرة خير يرى ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى وهنا الآية تحذر الناس وتقول فمن كان يعمل مثقال ذرة أي مثقال حجم النملة الصغيرة سوف يرى ثوابه في يكون له أجر في الآخرة ومن يعمل مثقال ذرة من الشر سوف يكون له حساب يوم القيامة بهذا القدر هنا نريد أن نحفظ الآية الكريمة جلاوة عن غيب